موسيقى 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 اليوم 18 مايه 2019 الموافق لماشه رمضان 1440 عندنا لقاء ديال اللجنة الوطنية اللي كتكون أساسا من الكتاب الجاهويين ومن الرؤساء الهيئة الموازية والرؤساء اللجنة المركزية وضاقي أعضاء الإدارة العامة ولكي ترأسها لأخ الأمي العام لقاء عادي اللي كان عقده كل ثلاثة أشهر للوقوف على سير العمل وتقييم العمل كل ثلاثة أشهر ومعرفة أيضا الحاجيات والدفع بمستوى العمل لحيث بعد الألوات المياد اللقاء اللي انطلق قبل قليل بكلمة هامة جدا للأخ الأمين العام دكتور سهدين العثماني واللي اعطى فيها توجيهات إشارات سياسية أيضا حياة فيها الجهود اللي تقوم بها الإخوان عن المستوى الوطني واليوم في هذا اللقاء ذي النجنة وطنية سنقف على حالة تنظيم وضعية حزب عدلات مياه واللي يمكن نقول بأنها إيجابية جدا ومؤشراتها ابتدأت منذ بداية اللقاء بحيث اللقاء انطلق في وقت مبكر يعني في وقت تقريبا مع حضور كامل لكل حضر في هذا اللقاء من الجهات ومن الهيئة الموازية ومن إدارة العماء الكل كان حاضرا وفي الوقت وهذا يدل على جدية العمل وعلى الإحساس بالمسؤولية وعلى التعافي حزب عدلات وجهزيته لخدمة المواطنين وأيضا هي رسالة للمغاربة على أن حزب العدلات وقطره على مستوى الجهات وعلى مستوى أيضا باقي الهيئات مستعدة لخدمة وطنها مستعدة للرفح من شأن السياسي ومن شأن العمل السياسي وعمل الهيئات السياسية كما طالب بذلك الأخ الأمين العام في كلمته فجدول أعمالنا يتضمن نقاط متحددة من نقاش سياسي سيكون مع الأخ الأمين العام إلى نقاش تنظيمي نقف فيه على تقارير الجهات وتقارير الباقي هيئات الحزب وتقييمها والخروج بتوصية مشأنها ثم الجانب طبعا الحال المالي للحزب متابعة هذا الجانب وفيه قرارات سنعرضها في هذا اللقاء وأيضا الوقوف على الشأن الترابي على طريقة تدبيرنا للجماعات الترابية وعلى مشاركتنا في تدبير الشأن السياسي وحتى في المعارضة سنقف عند هذا كله وسنقيم هذا كله ولنا أمل كبير أن تشكل هذه اللجنة الوطنية طبعا محطة لمزيد من العطاء لمزيد من الدفع بعمل الحزب إلى الأمام وإننا تهلا